بسم الآب والابن والروح الكدس الإله الواحد آمين أبي الأجلة خي الشدياء أخوتي المؤمنين يلي عم يشتركوا معنا من بيوتهم مش هايني أوقف هون واتطلع وشوف كنيسة دير القديسة ترازي الطفل يسوع بس هايني فارغة مش من الأشخاص مش من أشكال فارغة من وجوه مؤمنة بتشاع حياة لأنه هايني هي الكنيسة مش هايني الكاهن يوعز وما أنه عارف مين اللي عم بيسمعه وما عم بيقدر يتفاعل مع الأشخاص يلي عم بيحكي معهم هيدا دليل على أنه كنيستنا هي كنيسة تفاعل ولقاء ومثل ما قال البابا فرانسيس أنه كنيستنا منا كنيسة رقمية الحالة اللي عم تمرق فيها الكنيسة هلأ هي فترة مليانة حب لأنه قرارنا بأنه نقعد نلتزم ببيوتنا أو يتسكروا كنيسنا ونبعد عن التجمعات هو قرار فيه حب ولكن ما أنه الحياة الطبيعية للكنيسة من شان هاك إن شاء الله بهالأيام المقبلة يلي إن شاء الله ما بتكون طويلة نرجع من التقسة وكنيسة بتجتمع وبتحكي مع بعضها وبتسلم على بعضها وبتتشارك بوليمة يسوع المسيح السماوية رح أحكي أنا وياكم اليوم هيدا الإنجيل يلي اسمعناه إنجيل اللي بيروحوا على القبر وبيلاقوه فارغ وبيركد بطرس ويحنى وكمان بلاقوا أنه القبر فارغ وما بيفهموا عطول فيه قلة فهم للأمور يلي عم بتصير وهذا شي طبيعي لكنيسة اليوم قداء عمره وبعدنا عم نحاول نفهم يسوع المسيح بدي أقلكم أنه هالمشهد مشهد القبر الفارغ بكل الصورة يلي قرناها هي جزء بسيط من عرس بدي أخبركم عنه هيدا العرس رح أتأمل فيه أنا وياكم لأنه هيدا العرس يمكن مش مشاركين فيه على الأرض بطريقة أرضية ولا مرة بحياتنا لأنه هو خارج عن الزمان وخارج عن المكان ولو أنه بيلمس أرضنا بمحل من المحلات بس تنقدر نستوعبه بدنا نطلع منه بدنا نطلع من الزمان بدنا نطلع من المكان بدنا نطلع من حالنا أزاباتكم روحوا معي بمنطق العرس الإلهي مش العرس الأرضي لو استعملنا أدوات من عرس أرضي منعرفه يمكن نعزمنا عليه هلأ أنا وياكم رح ننعزم على عرس إلهي عرس إلهي بيعزم على يسوع المسيح أنت بيصلك دعوة مثلك مثل كل الأشخاص والكل مدعو لهذا العرس هالدعوة مكتوب علي اسم العريس يسوع المسيح يسوع المسيح عم بيدعيك مين العرس مين العريس هو يسوع بذاته يلي بعت لك هالدعوة على بيتك باسمك على حياتك باسمك أول شغلة بتصير أنه بتتساءل كيف بدك تروح أنت على هيدا العرس بمجرد ما أنت فكرت أنه بدك تروح على هيدا العرس بمجرد ما أنت عندك حالة استعداد لأنك تشارك بهذا العرس بتلاقي وصلت سيارة قدام بيتك تحتى تاخدك على هالعرس ما تتعذب ما تجرب أنك تحاول تلاقي طريقة لتوصل أنت بس عليك لمن طلقت الدعوة تقول بدي شارك فيه لها العرس تظهر من بيتك توصل بدك تطلع بالسيارة مين اللي بده يحملك هنيك مين بده يسوق فيك على العرس تطلع بتلاقي العريس بتقوله يا عم أنت مش عرسك؟ بقول لك إيه؟ بس أنا دعيتك حابب أنه أنا وصلك طلع طلع لأحملك طلع لهدي لك غراضك طلع لأشيل عنك وبياخدك هو على العرس بتشكره وبتنزل لحتى تفوت على الوليمة بتلاقي شخص واقف على الباب هو اللي بده يستقبلك وهون في عادات ما فيك تفوت مجوة على هالعرس ما فيك تفوت بتياب مش نظيفة وبمظهر ما بيليق فيك توصل على الباب بتلاقي شخص مستعدي حضرك للعرس مين بيكون؟ العريس يا عمي أنت شو عم تعمل هون؟ مش أنت العرس لألك؟ بلا بس أنا بدي غسلك إجريك وبدي غسلك إيديك وبدي نطفك من فوق لتحت ولبسك أجمل حلة ولبسك أجمل أمور حتى يتلك إياها لحتى تكون مستعد لهالعرس بتقبل؟ نعم يا رب اغسلني من الرأس إلى الأقدام وبيركع وبغسلك إجريك وببسلك إيهم بيقلك شكرا لبيت الدعوة بتفوت بتفوت لجوة في خادم عم بيختم على هالطولة عم بيحضر الطولة مينوها الخادم؟ العريس كيف عم تخدم؟ كيف عم بتحضر؟ شو ناقصك؟ في شيء؟ بيقلك ما تعتلهم كان ناقصنا خمر ولكن اتحول الماء إلى خمر وحطيتها على الطولة وصارت جاهزة انت عليك انك تقعد انك تكون حاضر وانا رح حدر واخدم كل شيء بتقعد على هالطولة بتقعد مثلك مثل كل اللي معزومين يلي كلهم مندهشين من هالعرس الإلهة وبتشوف اللي قاعد على راس الطولة هو العريس هو يلي عم بيستقبلك بعرسه وإز بيوصل الخادم يلي هو العريس وبدو ينزل الأكل وبحط قدامك العريس عم تتخيلوا؟ عم بيقدر راسنا يستوعب المشروع الإلهة بتقله انت عم بتقدم ذاتك بعرسك طعام بيقلك شراب من هالخمرة يلي عم بقدم لك إيها لأنه هاي شغل إيدي وضوء جسمي وطعمة حقيقة ألامي لحتى نبلش نفرح كيف فيه فرح هذا العرس وانت عم تقدم حالك بيقلك معنا معك انت كل انا اللي عم بعزمك وبتمد إيدك وبتبلش تدوق طعم العرس السماوي يلي هو زبيحة وهو العريس وهو الخادم وهو المؤدم وهو اللي عم بيحضر وهو اللي عم بيغسل وهو اللي عم بيجيبك وعم بيحمل عنك كل شي تنصدم وبس يبلش فرحة العيد منوصل لإنجيل اليوم بيختفي العريس انت وعم تاكل بصير يدخل على قلبك ويدخل على قلب كل شخص موجود بهالعرس وبيختفي بتقول معقول خلص العرس خلص كل شي وينول عريس بتحس بخوف بتحس انه هالفرحة مرح تكفي بيقلك كفي خليكن قاعدين العريس ظهر رح يرجع ولا منكفي لحالنا موجود بالطعام يلي انتو عم تاكلوه كفو واحتفلو وانبسطو اسمعوا الخبرية كيف تخلص لمن بيفوتو بترس والتلميذ الآخر بيفوت بترس وبيفوتو يحنى معو على قلب القبر شو بيشوفوا هنيك بقلب العرس بقلب هالمشهد يلي هو شقفة من العرس شو بيشوفوا بيشوفوا الرباطات الرباطات الموتى ملقات على الأرض بس المنديل يلي بينوضع على راس يسوع مطوة ومحطوط بترتيب خلينا نرجع على العرس ظهر العريس قادر انت تنهي العرس وتشيل كل الغراد عن الطولة لا لانه من اداب الميدة انه اذا رئيس الوليمة ما جعلك الشقفة يلي بتنحط قدامه وكبه بالصحن لو ظهر عن الميدة اذا هو طوى الشقفة وحتى بترتيب يعني هو بعد ما خلص اكله يعني هو بعد ما خلص حضوره هيدا اللي عمله يسوع يسوع المنديل يلي حمل راسه يلي غطى كل فكره وكل حبه وحمل كل ألامنا بالشوك يلي غرز بقلب عقله بقلب ضميره هيدا الشقفة طواها وتركها على الميدة العريس ظهر بس كل اللي معزومين قادرين يقشعوا انه عم بقلهم انا راجع بعد ما خلصت كفوا العرس وبيبقى شغلة واحدة العليس ظهر وراجع ونحن مبسوطين ومحتفلين وعم نرجع نتأمل بكل الاختبار طبع هالعرس الالهي اللي عم نعيشه من لحظة الالنقالة الدعوة كل الاختبارات اللي عم نعيشها من غسيل لتغيير لحمل لألم لأ مشهدية رائعة حقيقة مطلقة بيبقى في شغلة الكل عم بيسألوا عنا الكل عم بيتطلعوا ببعض ويسألوا يا عم مين العروس العريس اللي دعانا والعريس اللي عمل والعريس اللي اشتغل والعريس اللي عمل تعارفوا شو طلعنا طلعنا مش مدعوين نحنا طلعنا نحنا كلنا سوا العروس طلع عرسنا طلعنا نحنا مش زوار طلعنا نحنا أساس بهيدا العرس العريس حاضر دهر وتارك عروس توهي تكفي أمور العرس تحتى تكتمل الفرحة تكتمل بكل واحد اندعى وطلع هو العروس عرسنا مهلأ بلش عرسنا ما بيخلص والعريس والعريس راجع دهر بالجسد ولكنه بالروح حاضر ورح يرجع لأنه عروسته ما رح يترك الدل عم تحتفل لحالة لأنه هو سبب فرحتها هو خمرتها وهو طعامة يلي بدت دل تتغزى منه حتى اللقاء وجهاً لوجه أمين نؤمن بإلهاً واحد ترجمة نانسي قنقر